الأعلى يلتحق بنا عبر الهاتفة دكتور إدريس عطية أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر دكتور أهلا بك أهلا وسهلا وتعيي طيبة ومثال خير وحضركم لكل مستمعي لك شكرا لك دكتور نبدأ إذن هذا البيان بيان واضح وصريح من المجلس الإسلامي الأعلى أصدره البارحة فرنسا دائما تتفجح مثل ما قال البيان بحرية الرأي والتعبير هل تسمح دكتور هذه الحرية التي تصدرها فرنسا كصورة سامية بالنسبة لها وتدافع عنها بأن نصدر الأديان وهذا متعارف عليها أنه ممنوع في مختلف القوانين الدولية وأن نسمح بهذا التطاول على المسلمين وعلى رسولهم أعتقد أن فرنسا ما تطرح وحالها كحال كل دول غربية ما يطرح في إطار حماية الحقوق الإنسان وحرية المعتقد والحرية العامة بسفة عامة ربما يطرح داخلين لحماية المجتمع الفرنسي والمجتمع الأوروبي لكن خارجيا عادة ما هو توظف هذه الآليات من أجل السيبر على الشعوب الفقيرة وشعوب المهزومة على أمرها في إفريقيا أو في آسيا أو في غير المناطق وبالتالي تعود للقاعدة الفرنسيين من ماكرون إلى سابق هولند إلى ساركوزي وصلنا حتى لاجاك شراك كلهم يؤمنون بالفكر الصليبي ويؤمنون بالتصورات المسيحية الضيقة بل أن الاتحاد الأوروبي ينظرون له كنادي مسيحي معه وبالتالي فقفة التسامح التي يصوق لها الكثيرون أعتقد أنها في الواقع غير موجودة بل يؤمنون كما أشرت إلى يولايات المتحدة الأمريكية أكثر من مرة بالعدو الأخضر متمثل في الإسلام وهم دائما يتطاولوا الإسلام ويجعلون دائما من الإسلام تلك الشماعة الكبيرة التي يعلقون عليها وبالتالي فرنسا يتعيش أزمة داخلية ممتدة منذ بداية الحركات الاعتجاجية المتعلقة بالسطرة السطرة في فرنسا لكن أزمة كورونا عرضت الوضع اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا ورئيس ماكرون عندما يعبر على أن الإسلام يعيش في أزمة حقيقة الأمر هو يعبر على أزمة الداخلية لأنه فشل داخليا وفشل خارجيا في مالي فعملية برخان التي نكلت بالأسس بجنود فرنسيين نفسه حدث في ليبيا عندما عولت على حليفة الاستراتيجي مشير خليفة حطر والذي مني بفشل نفسه حدث في بيروت عندما أراد أن يفرض اكتاب جديد على لبنان الشقيقة لكنه فشل في حربه في أرمينيا فشل في تنزعه للجروح والاستراتيجي وبالتالي هل يمكن أن نقول اليوم بأن تطاول على الإسلام وتطاول على الرسول صلى الله عليه وسلم وأجندة فرنسية محضر أجندة سياسية طبعا أجندة غربية بشفة عامة لكن فرنسا دائما هي التي تتزعم التوجه الأوروبي الحالي سواء في سياسة خارجية أو بعلاقتها مع العرب ومسلمين هناك عقدة فرنسية من المسلمين المتواجدين ما يقارب 10 مليون نسمة لكن للأسف حتى أوروبا هم أحسن مسلمين في العالم ويتميزون بالوسطية وبالاعتدال وبغيرها من الأساليب السبحة التي تشكل منهم أحسن صفراء للإسلام والمسلمين لكن محاولة جعل الإسلام تلك الشماعة الكبيرة التي تعلق عليها فرنسا أزماتها هي الطعبة الكبرى لأن ماكرون أراد أن يصدر هذه الأزمات سواء من خلال إخيرات مباشرة في الحراك الجزائري والذي يحاول أن يصدر ويخترق الحراك والحراك ويفبرك إلى الفيديوهات ويمس ربما الأمور متعلقة بطيام المجتمع الجزائري لكنه فشل نفسه حدث فيما نتقوها وبتالي الأزمة هي أزمة فرنسا الداخلية المحرى القوي وهي تصدير مثل ما قلت للأزمة الداخلية للخارج اليوم بعد هذا التطاول على الإسلام وعلى رسول صلى الله عليه وسلم فيه مقاطعة شعبية واسعة يبدو أنها أتت أكلها ودفعت بالسلطة الفرنسية وبوزارة الخارجية أساسا إلى إصدار بيان تدعو فيه للتوقيف هذه الحملة هل يمكن نقول اليوم الحكومة الفرنسية أمام موقف صعب أمام إصرار واستمرار هذه المقاطعة الشعبية لكل ما هو فرنسي؟ أعتقد أننا نعود لنحل بعض الممارسات الزمانية سواء في أثناء الثمانية من خلال رسومات الكاركترية في الدنيمار والشيء حدث مع الشعب الذي يبدو التي سخرت العديد من المرات من الشخص الرسول الكريم ونفس الشيء اليوم العودة إلى رئيس يصرحه في كامل قوة العقلية وفي كامل حرية بين الإسلام يعيش أزمة هو الدليل على أن هناك حرب مشعورة هناك أجندة واضحة المعالم للجعل من الإسلام إرهابا للجعل من الإسلام بعدها حقيقي يخوفهم لكن هذا في الأساس هي فبرة كان بداية نهايتها في الشرعة السبحاء بعيدة كل بعدها للعنف وعلى التطرف والوسطية لكن الرجوع بفعل اليوم هناك بعض الدول التي تتبنى الطابعة التيوقراطية في ممارستها كأفغانستان أو إيران وغيرها من تصريح رسمي لكن تصريح حقيقي بالنسبة للدول العربية والإسلامية ينبغي أن يكون تصريح اقتصادي من خلال القضاء على مصالح تراوز حق الشتن ربما دكتور الشعوب العربية استبقت الموقف العربي الرسمي بهذه المقاطعة الأهم هو موقف الشعوب وليس موقف الحكومات أو الدولة أو النظمة السياسية موقف المجتمع المدني وموقف الأحزاب السياسية هي التي مخول أساسا بأن ترافع الإسلام على هذه القضية وهذا ما يحتاجه حتى في غزير أين موقف الأحزاب السياسية في غزير أين موقف المجتمع المدني في غزير هم ينبغي أن يكونوا فاعلين حتى في المواقع التواصل الاجتماعي شهدنا حركية رفض للمنتجة الفرنسية حركية رفض لهذا الوصف اللامسؤول للرئيس الفرنسي غيرها من السبب وهذا ما دائما يحاكي تطلع المجتمعات العربية المسلمة وتمسكها بالشارع السبحة وتمسكها دائما بثقافة التسامح لأن الجزيرة هي بلد رائد وهي منسكة بفهم العيش معانا في السلام في الأمم المتحدة واصبح يوم الدولي له موافق دائما لسنة عشر من شهر مايه من كل سنة وهذا دائما تأكيد على أن مصار مادريد هو مصار واضح للتعايش مع بين الأديان وأيضا لحوار الأديان وحوار الحضارات واحترام الآخر واحترام دائما الشدع الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان من الجيل الأولي للجيل الرابعة خاصة المبادئ التي تقنوا باحترام الأديان الأخرى وعدم المساس بها والمساس بكوتسيتها وبالتالي اليوم هي حرب مسعورة هو توجه نحو طيف سياسي جديد متمثل في تحارف ما بين يمين واليمين المتطرف في فرنسا وهو تحضير أيضا لانتخابات رئاسية مقبلة في فرنسا وبالتالي مقهوم خسر أوراقه في الإطار الإسلامي لكنه يتعلق أوراق أوروبية أوروبية نتحدث إذن حول هذه الرعاية السامية من الرئيس الفرنسي لهذا النوع من تطاول على الإسلام أوراق داخلية تتم تصديرها أو تغطيطها بالتطاول والتحامل على الإسلام كل مرة ليس فقط هذه المرة لكن هذا الرد وردود الفعل المستمرة من طرف الشعوب العربية هذا الرد الاقتصادي متمثل في مقاطعة كل المنتجات الفرنسية بدو أنه فعلا أنها أصابت الحكومة الفرنسية في مقتل هكذا يقول البعض وتعرف الحكومات الغربية لغة تفهم كثيرا لغة المال لغة الاقتصاد هل اليوم هذا الرد الشعبي العربي سيدفع بالحكومة الفرنسية وغيرها من الحكومات الغربية أن تقيم ألف حساب قبل أن تقوم بتصرفه ما أعتقد أن الدول هذه تأثرها الاقتصادي مهم جدا وضعفها الاقتصادي سوف يؤثر على قراراتها السياسية المستقبلية إذا كان العرب بالفعل تحول إلى قوة الضغط وإذا تغطيط بما فيها المسلمين العرب المتوجدين في فرنسا وهنا التركيز الضرورة أن ينظموا أنفسهم في إطار جمعيات أو في إطار وكالات وظيفية تجمعهم وتجعل منهم قوة الضغط ولوبيات حقيقية للضغط على صالح القرار في فرنسا هذا في فرنسا في الداخل وأيضا في الإطار العربي وفي إطار الإسلامي هناك حاجة لقوة الضغط وبتالي القوى الشعبية هي القوى الحية التي تؤثر بشكل مباشر بدل دفع الحكومات بأن تغطي بشكل مباشر أو تصرح لذلك وبتالي أن فرنسا مقبلة على مرحلة مأسوية في مستقبلها فرنسا في الأحرى سقطت من أعلى الشجرة وخسرت العديد من الملفات واليوم الملف الدول العربية والدول الإسلامية هي تخسره وبالأساس تخسر الشعوب لكن الشعوب دائما حتى في العالم عربهم في حاجة للتنظيم أنفسهم وفي حاجة أيضا لضبط أمورهم لكي لا يتحولوا إلى مجرد ظاهرة صوتية وإنما يكونوا فاعلين حقيقين يؤثرهم في الإطار الإقتصادي ويؤثرهم في الرأي العام العربي ويؤثرهم في مناح أخرى سواء سيكون متعلقة بالحقوق الإسان أو متعلقة بتقديسة الريات واحترام الأديان حتى لما نتحدث عن ردود الفعل وأن ننظم أنفسنا فيما يخص الجالية المسلمة في فرنسا بالملايين المطلوب منها اليوم لكي تكون ربما الجبهة التي قد تصد أي تحامل آخر على الإسلام وعلى المسلمين نعم الأكبر جالية مسلمة هي الجالية الجزائرية الموجودة في فرنسا وهي تقرب 7 مليون نسمة إلى جانب الجالية المغربية والتونسية وغيرها من الجالية المتوجودة كلهم كزائريين أولا هم في حاجة لتنظيم أنفسهم وعادة ما يتم استهلاك حقوقهم وانتهاك حروماتهم وبتالي تنظيم أنفسهم سوف يكفر لهم إطار معيشي وإطار معين من الحقوق وضمان عديد من الآليات التي تكفر لهم ذلك نفسي بالنسبة للعالم العرب الإسلامي هم في حاجة إلى تضامن حقيقي وتضامن قوي أو شيء لتكذيف هذه الأطروحة التي ترفض ما بين الإسلام والإرهاب أو ما بين الإسلام والعنف وكالف أطروحة الإسلام وفوبيا تصبح أطروحة غير قابلة للتصديق وغير ممكنة في الوسط الأوروبي لأن الإسلام وفوبيا لم يقف فقط عند الأشخاص بل ذهب إلى الأسماء اسم محمد واسم علي أصبح هناك فوبيا من هذه الأسماء بل ذهب حتى إلى المعمار والهندس المعمارية من خلال الحملة التي تم شنها على المآذن وعلى أساس أنها مقنقة وغيرها من الأتليم ذهبت إلى اللباس من خلال الحملات التي دائما حدثت ضد الكجاب وضد أي لباس شرعي إسلامي محتشم وهذا حدث حتى داخل البرامان الفيرانسي وداخل أغلب الأوساط الأوروبية عادة ما يجب مسلمين الكثير من المضايقات ليوم مسلمين هم ليسوا رعاية في أوروبا هم مواطنون لهم كامل حقوقهم وبالتالي هم في حاجة لتنظيم أنفسهم أولا وضبط جندتهم ليكونوا بالفعل قوة ضغطة وتكون لهم كوطاتهم الحقيقية سواء في المناسب السياسية سواء في العمل الحزبي سواء في المجتمع المدني سواء في كامل المناحي في الإطار الثقافي والاقتصادي والاجتماعي هذه هي النقطة الأولى لكن دائما نحن كعرب ومسلمين في حاجة إلى تنشئة اجتماعية حقيقية قوامها دائما أن الإسلام لن يكون أبدا إسلام للعنف أو للإرهاب أو بغير ذلك وإنما شرعاتنا سبحة معتدلة تؤكد على الوسطية تؤكد على الاحترام وعننا خير الدليل لذلك سير طرس وصلاه ونحن في شهر ربيع العنوار وبتالي حتى استفزازاتهم تتعلقوا بإحياءنا للمولد النبو الشريف واحتفاء المسلمين ما يزيد على خلينا دكتور نأخذ تعليق منك فيما يخص تغريدة تغريدة رئيس الفرنسي مانويل ماكرون باللغة العربية هل لديها دلالة دبلوماسية اليوم أن يكون أن يكون مضمون وخطاب الرئيس الفرنسي كرد على حملة المقاطعة باللغة العربي لا هو دائما يحاول أن يغازل وفرنسا تعودت لا تعاملها مع مستعملاتها في إفريقيا تعاملها مع الآلم العربي مع الدول الإسلامية بأنها كل مرة تستخدم جوكر من الجوكرات من أجل تمرير أزمة لها أزمة أو لتمديد ملف معين أو للعب على العواطف وبتالي هي مجرد مغازلة يتيمة لا يمكن لها أن تؤثر في العالم عربي سواء كتب بالحرف العربي أو كتب بلغة أخرى وإنما الشيء الذي سقط لا يمكن له أن يعود إلى مكانته وبتالي سوف تبذل كثير من الجهود وسوف ترسل وزراءها وسوف ترسل كثير من الدول العربية الإسلامية لترميم هذا المشهد لكن للأسف أعتقد لا يمكن دائما العودة إلى المربع الأول في علاقة فرنسا بالعالم العربي والعالم الإسلامي جزيلة شكرا لك دكتور إيديا سعطية